السلام عليكم بعد الإطلاق الفاشل لكرود RTX 4060 Ti التي اتفق فيها معظم مراجعين أنها لم تقدم قبزة كبيرة في الآداء خاصة أن الفيرام الخاص بها قليل لهذا أحضرت لكم اليوم كرت RX 6700 XT القادمة من عليكس برس بحوالي 320 دولار وسعره حاليا يصل حتى لـ 270 دولار الكرت التفوق ببعض الأحيان على RTX 4060 Ti بقيمة تصل حتى لـ 7% وفي بعض الأحيان العكس والآداء الخاص بهذا الكرت زاد كثيرا منذ الإطلاق بسبب تحديثات درايفر الخاصة به لهذا قررت أن أقوم بمراجعا بسبب أنه قد يصبح أفضل خيار في فترة قادمة في فئتي السعرية خاصة أني أتوقع أن سعره سينزل أكثر وقبل كل شيء أردت أن أوضح شيء لا أخذته في موقع تاكباور وهو أن RTX 4060 Ti يتفوق بـ 4% على كرت RTX 3070 لكن حسب المراجعات التي شاهدتها فهذا خطأ لهذا أنصح دائما بعدم أخذ الأرقام موجودة في موقع مثل هذا على أنها صحيحة 100% ويجب مشاهدة مراجعات لتأكد من قوة الكرت الحقيقي وأول شيء بعد تركيب الكرت قمت بتجربتي على فيرموك وكذلك ضغطت على الفيران في نفس الوقت والشيء الذي لاحظته عدم استقرار في درجة الحرارة خاصة الهوتسبوت لهذا انتقلت تاليا لفتح الكرت من أجل فحصه وبعد فتحه لاحظت أنه في حالة جيدة لكن يوجد مناطق لا يوجد فيها معجون حراري وهذا سبب ارتفاع درجة الحرارة مستمات هوتسبوت وكذلك تظهر بقعة في وسط يوجد فيها معجون حراري أكثر والسبب عدم تلامس جيد وعند البحث أكثر وجدت أن قنوات أخرى تحدثت عن هذا المشكل لهذا فهو مشكل عام في التصميم والخطوة التالية هي أني نضغط الكرت وقنت ببضع معجون حراري جديد ثم أغلقته وركبته على الحاسوب وبعد التجربة مرة أخرى مع فيرموك لمدة عشر دقائق وصلت أعلى درجة حرارة لـ 78 واستعلاك الطاقة وصل إلى 186 واط والنتيجة مقبولة لكنها ليست الأفضل بالمقارنة مع الكروت نفسها من الشركات الأخرى وأظن في هذه الحالة أن الليكويد ميتل قد يعطي نتيجة أفضل بكثير بسبب أنه قد يملأ الفجوات الكبيرة أحتل من المعجون الحراري ولاحظت أيضا صوت مزعج لكويل واين وهو ليس بالأمر الخاطئ لكن إن كنت شخص تحتاج إلى غرفة هذه أو يجب تفكير في الأمر قبل شراء هذا الكرت وبالنسبة لتجربة سيبر بوزيشن فقد أعطى الكرت حوالي 16 ألف نقطة وبالمقارنة معه هو من الكروت الأخرى فقد تفوق بنسبة 56% على كرت LX 5700 وحوالي 124% عن كرت GDX 1660 وهذه النتيجة جيدة حيث يعتبر هذا الكرت قفزة نوعية في الآداء عن الجيل السابق وبخصوص الألعاب فقد قمت باستبدال لعبة Death Stranding بResident Evil 4 Remake بسبب أنها لعبة متطلبة ستكون جيدة للإختبار عليه أول شيء جربتها على أماكس سيتينك 1080p وأعطت حوالي 109 FPS وبالتفعيل Ray Tracing كانت النتيجة حوالي 93 FPS ويظهر أن اللعبة غير متطلبة عليه وبالتفعيل أفصار توكاليتي مع Ray Tracing Man كانت النتيجة حوالي 98 FPS واللعبة الثانية يا عاق والليغازي وهذه المرة جربت في أكثر المناطق المتطلبة في اللعبة على 1080p إلترا سيتين والنتيجة حوالي 24 FPS وبالتفعيل أفصار توكاليتي أعطت زيادة صغيرة في الآداء والنتيجة 27 FPS وبالتفعيل Ray Tracing نزل الآداء بشكل كبير جدا حيث أعطى 42 FPS فقط والحقيقة أن Ray Tracing لم يضف الكثير لجودة اللعبة لهذا فلا أنصح به وكذلك فهذه النتائج بالتسجيل باستخدام الكات لهذا فقد تكون نتائج أكثر في حال عدم التسجيل واللعبة التالية هي Warzone 2 وبالتفعيل أفصاره بدونه كانت النتيجة حوالي 111 FPS ولاحظت أن استعمال الكارت والمعالج لم يصل لأعلى شيء اكتمال كبير أن السبب يعود للا وبخصوص Sense of the Forest على 1080p Ultra كذلك كانت FPS نفسه باستخدام الأفساره بدونه وكذلك استخدام المعالج وكارت الشاشة لم يصل لأعلى شيء والتعب القديمة لهذا في احتمال كبير أنها لا تستغل جيدا كل أنوية المعالج لهذا قد تعطي الكارت نتيجة أفضل بكثير مع معالجات أسعى وتاليا فورتنايت على 1080p على ايبيك سيتنك وأعطعت الكارت حوالي 78 FPS واستخدمت DirectX 11 في التجربة وللأسف فقط التسجيلات الأخرى الخاصة بال DirectX 12 والRightRating لكن الشيء المؤكد أن ستكون النتيجة أفضل مع DirectX 12 بس لتنخفض بشكل كبير مع الRightRacing وآخر اللعبة هي The Link التي بما أنها مقفولة على 60 FPS فلن نستطيع الحكم على أداء الكارت فيها وشيء مهم أيضا هو خاصية Recizable Bar ولتفعيلها يجب أن يكون عندك معالج ولوحة أم تدعم هذه الخاصية ويجب تفعيلها في البايس حسب الشركة المصنعة الخاصة فيها وعند تفعيلها لم تستفيد كل الألعاب منه بعد اللعبتي Resident Evil 4 و Warzone 2 وهذه النتائج قبل وبعد استخدامه لهذا إذا توفرت لديك فأنصح باستخدامه لأنها ستعطيك أداء أكثر ولن تخسر أي شيء وأخيرا الكارت يوجد الحين بسعر حوالي 270 دولار فإن كان هدفك هذا الكارت فحاول أخذ واحد في فترات تخفيضات فهو يعد واحد من أفضل كروت كرقيمة مقابل آداء في الفئة المتصل خاصة أنه يحتوي على 12 جيجا فيرا وأتوقع أن ينزل سعره أكثر في الفترات القادمة وإن أردت كارت جديد فقد رأيت بعض العروض عليه التي يصل في بعض الأحيان سعره حتى 320 دولار وسأضع رابط كروت التي وجدتها بأسعار جيدة في الوصف وفي الآخر إن أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك واشترا سلام